للصورة أن تنطق وحدها للعراقي وحده أن يفسر ما يجري كما يريد اعتصام مفتوح داخل قبة البرلمان نفذ أنصار التيار الصدري وعدهم باقتحام البرلمان للمرة الثانية خطاب لغة العقلانية والحكمة توحد على ألسنة القوى السياسية للجلوس على طاولة حوارا تنهي المشهد الحالي الذي جاء عقب الانسداد السياسي في البلاد رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا فيها الكتل السياسية إلى الابتعاد عن لغة التخوين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا إلى لقاء وطني عاجل معلنا تعليق جلسات البرلمان إلى إشعار آخر نائب رئيس مجلس النواب شخوان عبدالله وجه حماية مبنى المجلس بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين رئيس تيار الحكم عمر الحكيم أكد سبيل الحوار كحل وحيد لما يمر به العراق رئيس تحالف الفتح هادي العامري طالب الإطار التنسقي والتيار الصدري اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس صالح العراقي وجه نداء للأمم المتحدة بدعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد بحسب تغريدته الإطار التنسقي دعا في بيان له جماهير الشعب بتظاهر السلمي للدفاع عن مؤسسات الدولة بحسب البيانة الأمم المتحدة عبرت عن قلقها مما تشهده البلاد السفير البريطاني في العراق قال إن حرية التظاهر جزء من الديمقراطية إذن يرتفع صوت العقلانية والاستماع إلى لغة الحوار الوطني وإيجاد حل لأزمة سياسية طال أمدها ليصبح تأخر تشكيل الحكومة رقما قياسيا في أطول فترة منذ انتخابات تشرين الماضية